لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة بعد التحية تأتي ذكرى النجبة هذا العام بأحداث أكثر ألما تمر على الفلسطينيين والعالم جميعا كيف ترى ذلك في ظل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون من تهجير قصري وتدمير لحاضرهم ومستقبلهم والإبادة الجماعية التي نشاهدها يوميا نسأل على حديثك وعلى مشاهدينك الكرام بالحقيقة الربط الذي جاءت التقرير بتاعكم في الحقيقة عن تواصل النجبة منذ حدوث قيام إسرائيل 1848 وحتى حرب غزة الأخيرة التي هي الحقيقة بتعتبر نجبة ثالثة بالنسبة للمجلس الأمين بعد نجبة تبع الستين بالإستلاق على النفة الغربية على الأدس الشرقية بالحقيقة ما يحدث في غزة الآن هو المجبة للأسف شديد المجبة الثالثة للشعب الفلسطيني وسط أقول غياب موق الضمير العالمي الإنساني في الحقيقة يعني 35 ألف شهيد حتى الآن بغير المصابين يعني ذاكي قرار للنجبة الأولى في 48 والنجبة الثانية في 67 والنجبة الثالثة الآن نعم الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر